أعلنت مديرية شرطة أربيل إلقاء القبض على عصابة متهمة بخطف شخص وطلب ربع مليون دولار لإطلاق سراحه وأكد المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي أن مواطنة من أصل العربي تعرض إلى الخطف من قبل ثلاثة أشخاص كانوا قد قاموا باستدراجه إلى قضاء شقلاوة وضف عزيزاً الخطفين الطلب من عائلته مبلغاً قدره 250 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه وتمكنت شرطة أربيل من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة وهما مواطنان كرديان وإنقاذ الشخص المخطوف بينما فر الشخص الثالث وهو من أصل عربي إلى جهة مجهولة